السلام عليكم اليوم سأتكلم عن رؤية الله عز وجل ليس في الآخرة إنما في الدنيا هل أحد يستطيع أن يرى الله في الدنيا؟ الجواب نعم يستطيع أحدنا أن يرى الله عز وجل في الدنيا من خلال المنام وهذا قول الشيخ ابن باس بن عثيمين صالح الفوزان وجمع النهر لكن هذه المسألة ليس لها ثمرة لأن لو رأيت الرسول تعرفه بوصفه الله عز وجل الكيف مجهول فليس لهذه المسألة ثمرة لكن ذكرها أهل العلم والنبي صلى الله عليه وسلم كلم الله عز وجل كفاحا كما في صحيح البخاري الشيخ ناصر العقل يقول رأيت الله في المنام ثلاث مرات فقالت عما هي الرؤية والمنام فقال كلمني الله عز وجل فلما أستطع أنا أنام بعده وأخذت أبكي أما في الدنيا فمن أراد أن يرى الله عز وجل في الجنة فليحرص على أمر وكفر الثقاء في الدنيا كيف بالصلاة يقول أبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إن الله قبل وجوهكم أي في الصلاة العصر الظهر المغرب العشاء الفجر هذا كله أمامك الله عز وجل بقدر مقابلتك الله عز وجل هنا في الدنيا تقابله هناك هذا بذاك أعطيلي مقابلتك أولو بن القيم والعبد من يدي الله موقفا أخذبر وقوفه في الأول هو لن الله عليه الموقف الثاني ومن استهان بهذا موقف أي في الصلاة شدد الله عليه الموقف الثاني أي موقفه في الآخرة هذا بذلك فهذا لي